بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها للأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المرجع الشيعي المعروف السيد علي السستاني يصدر أغرب وأعنى الفتوى حتى الآن وتناقض سيرته وفتواه السابقة ومواقفه السابقة أيضا يجيز في هذه الفتوى قتل الكافر إذا رفض الإسلام إذا أرض عليه الإسلام ورفض الاستجابة للإسلام فيجوز قتله ومصادرة أمواله وهذه فتوى لا أعرف بالحقيقة يعني أدلته فيها وهي ربما تخالف آيات كثيرة في القرآن الكريم وتخالف أيضا الدستور العراقي الذي يبيح أو يؤكد على الحرية الدينية واحترام الناس وأيضا تخالف القوانين الدولية المعروفة التي ربما حتى السستاني يلتزم بها الآن خلنقرأ الفتوى ونشوف شو الموقف الإسلام من هذه الفتوى أصدر المرجع السيد علي السستاني مؤخرا فتوى مثيرة وغريبة في تعريف الكافر المحارب وغير المحارب من هو الكافر المحارب ومن هو غير المحارب وجواز قتله ومصادرة أمواله وهي كما يلي حسب موقع السستاني الرسمي وممكنكم تأكدون من هذه الفتوى موجودة وأنا حط الرابط أيضا لموقع السستاني سؤال ما تحديدكم للكافر الحربي غير المحترم النفس والمال هو كاتب الغير المحترم النفس والمال وهل يعتبر حربيا وإن لم يكن في حالة إداء فعلي مع الإسلام ولم يكن قد سمع بالإسلام أصلا هل نعتبره كافرا محاربا الجواب الكافر غير الذمي إذا منح الأمان على نفسه وماله من قبل المسلمين بعقد أمان أو صلح أو عهد أو نحو ذلك فهو محترم النفس والمال بمعنى أنه لا يجوز قتله وأخذ أمواله ما دم الأمان باتا وأما غيره هذا شيء معروف طبعا بديه وأما غيره فإن كان محاربا للإسلام والمسلمين يسعى في الإضرار بهم والوقيعة فيهم فلا إشكال في عدم احترام نفسه وماله نعم طبعا هذا الفتوى يعني لا أدري خلال الوجود الأمريكي في العراق واحتلال العراق أين كانت هذه الفتوى لم يصدر هذه الفتوى في تلك الأيام ويضيف نعم يستثني نعم ربما يحرم قتله وأخذ أمواله لأنوان ثانوي طارئ ككون ذلك موجبا للإضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار على الاحتداء عليهم ونحو ذلك ربما نضع في هذا الإطار أيضا أنه نحن عاجزون ربما يعني يقصفنا ويقتلنا ويبيدنا فإحنا أيضا لا نحاربه ولكن الفتوى طبعا لا تصبح بذلك وأما وأما من لن يكن محاربا واحد مسيحي يهودي مجوسي بوذي أي شيء كافر بهذه الأرض فإن دعية إلى الإسلام ولم يستجب كان في حكم الحربي خلاص صار حربي هذا وأما قبل عرض الإسلام عليه فلا يجوز أخذ أمواله يعني أنا نهجب وين ما نشوف أنه كافر بالدنيا نهجب عليه ونقتله ونأخذ أمواله هذا ما يصير أما إذا عرضنا عليه الإسلام قلت تعال أسلم قال ما رأي أسلم ما قبل الإسلام فهذا يجوز لنا قتله وأخذ أمواله وهذه الفتوى غريبة حقيقة يعني حتى في أشد أكثر الفتاوى تطرفا في التاريخ الإسلامي أعتقد ما أعرف ما هو السبب في إصدار هذه الفتوى الآن وما هي يعني مستنداتها وأدلتها وكيف أصدر هذه الفتوى وهل هو شخصيا أصدر هذه الفتوى أم مكتبه أجاب عن ذلك هذا يحتاج لفت نظر السيستاني أنا لست قريبة منه وأرجو من الأخوة أن يلفتوا نظره أما يحذفون هذه الفتوى أو يوضحوها أكثر لأنها فعلا مثيرة خل نشوف رأي الإسلام به هكذا فتاوى نقرأ القرآن الكريم من يقرأ القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تدعو إلى الحرية الدينية والصفح والغفران والسلام وتصف الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نبي رسول مبلغ كالآيات التالية لا إكره في الدين قد تبين الرجل من الغي قل الحق من ربكم فمن شاع فليؤمن ومن شاع فليكفر وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أو فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءف عليها ثم إلى ربكم ترجعون لكم دينكم وليدين سورة الكافرون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان نفسا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرس على الذين لا يعقلون يعني مو تحمل السيف على الواحد تعال سر مسلم ما سر مسلم أقتلك وأخذ أموالك ها سر الإرهاب وإكره على الإسلام ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أفمن زوين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون ليس عليك هداهم الله خاطب دي محمد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما يصير تحون سيطرون عليهم وتقتلوهم وتربحوهم وتاخذن أموالهم آيات صريحة حوالي مئة آية في القرآن بهذا المعنى أدنى آية أو آيتين يفهم منها أنه مخالف لهذه كل آيات مئة آية بمثل آية السيف يسمونها آية السيف في سورة التوبة وهي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أيضا ما يقول قتلوهم إذا ما صاروا مسلمين يقول خل يعطونا الجزية يعني قاتلوهم حتى يستسلموا ويعطوكم الجزية طيب بناء على ذلك قال على هذه آية السيف يسموها آية السيف قال كثير من الفقهاء المسلمين عبر التأذيخ بأن آية السيف آية خمسة من سورة التوبة قد نسخت حوالي مئة آية تدعو إلى للسلم والليني وحرية العبادة والإيمان وحرية الإيمان يعني والموادعة والصبر والدعوة إلى الله بالحكمة والمؤذرة الحسنة كالآيات التي استعرضنا قسم منها فيما سبق يقولون هذه كلها آيات من سوخة آية وحدة نصد كل الآيات ولكن بعض الفقهاء رفضوا مبدأ النسخ أساسا وأولوا تلك الآيات بأنها اللي جاي حول النسخ يعني تعني نسخ الشرائع السابق على الإسلام وضرورة وضع آية السيف في سياقها وظروفها الخاصة وبشكل محدود ليس بشكل مطلق تنسف كل الآيات الأخرى وقال بعض آخر بأن آية السيف ليست ناسخة لآيات الموادعة وإنما تختص كل آية بحالة المعينة فإذا كان المسلمون أقوياء ولهم شوكة فإنهم ينفذون آية السيف وإذا كانوا ضعفاء فإنهم يلتزمون بآيات الموادعة يعني ما عدنا موقف مبدئي عدنا موقف تكتيكي كما نقل ذلك عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى وبمعنى آخر فإن آية السيف استراتيجية نهائية وإن آيات الموادعة تكتيكية مؤقتة حسب الظروف والإمكانيات المتاحة وأن الأصل في الإسلام هو الدعوة والجهاد بهدف تحكيم شريعة الإسلام بكل ما أوتي المسلمون من قوة والبارحة قرأنا دعاء الثغور الوارد والمنسوب بالإمام زين العابدين أنه يروحوا وقتلوا الناس كلهم بالعالم كل الأقوام والشعوب ويجبروهم على الإسلام حتى يدخلوا ويقولوا لا إله إلا الله إذا قالوا خلص أصمت دماؤهم وأموالهم وهذا يشككنا فيها أنه محقولة هذا الدعاء ينسى بالزين العابدين وأنه قائله وعندما تعترضهم تعترض المسلمين اللي يجاهدون معوقات تعرقل تحقيق ذلك الهدف فيمكنهم اللجوء إلى المهادنة والمصالحة إلى حين امتلاك القوة مرة أخرى ويستشهد أن صار هذا الرأي بالحديث النبوي الذي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وهذا حديث معروف رواه البخاري برقم 25 ومسلم برقم 22 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهذا ما دفع بعض المستشرقين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إلى اتهام الإسلام بأنه قام على السيف وتوجيه الاتهام أيضا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فشل في الدعوة السلمية في الفترة المكية ولم يستطع أقناع الناس بدينه فلجأ إلى القوة في المدينة أو أنه استخدم الدين وسيلة للسيطرة وإقامة الدولة فقد قام المستشرق المجري إجنتاس جوت سيهر اللي توفى سنة 1921 باتهام الإسلام بعدم امتلاك القوة المعنوية الكافية واعتماده على القوة والسيف هذا في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام صفحة 17 و 25 ولكن هذا لم يكن وطبعا مستشرقين كثيرين آخرون قالوا نفس الاتهام وجهه للمسلمين ولكن هناك مستشرق منصف حقيقة وهو بريطاني اسمه توماس أرنولد هذا قام بلما سمع الاتهامات على الإسلام قام بدراسة تاريخية وعالمية يعني في كل العالم وعبر التاريخ أنه كيف أسلمت الشعوب هل أسلمت بالسيف أم أسلمت بالقناعة ودحظ مقولة هؤلاء المستشرقين الذين قالوا الإسلام قام على السيف هذا المستشرق البريطاني توماس أرنولد قام في عام 1898 في نهاية القرن 19 بتأليف دراسة تاريخية عالمية عن انتشار الإسلام في جميع القارات تحت أنوان كتابه تحت أنوان الدعوة إلى الإسلام رد فيه على المستشرقين الأوروبيين وأثبت في كتابه بأن الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما أنتشر في مختلف أنحاء العالم وعبر التاريخ طوعا واقتناعا يعني كان فيه قوة عقيدة وقوة منطق عند الإسلام وقال يمكننا أن نحكم من الصلاة الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسما في تحويل الناس إلى الإسلام فمحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل المسيحية وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية أو منحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة هذا في كتابه المطبوع هو توفى سنة 1930 كتاب الدعوة للإسلام وبحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية نشره سنة 1898 بعدين وترجمت حسن إبراهيم حسن وآخرين الطبعة الثالثة مكتبة النهضة المصرية مطبوع 1970 وأكد أرنولد هذه الحقيقة قائلا لم يضطهد العرب أحدا في السنوات الأولى من أجل الدين كما أنهم لم يعملوا على ضم أحد إلى دينهم صحيح يعني فتحوا البلاد ولكن ما أجبروا الناس على الدخول بالإسلام ومن ثم أو من ثم تمتع المسيحيون في ظل الإسلام بعد الفتوح الأولى بحرية لم يتمتعوا بها من قبل طيلت أجيال عديدة حتى في ظل الدولة المسيحية الرومانية هذه الصفحة 70 يذكر هذا الشيء واستشهد توماس أرنولد بالأهدى الأمرية المعروفة والشروط التي قيل أن أمر بن الخطاب قد وضعها حين سلم له بيت المقدس وجاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقس منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم كما يذكر هذه الأحدى الأمرية اتبر جزء واحد صفحة 240 وأكد أرنولد بشكل لا لبس فيه أن سبب تحول المسيحيين إلى الإسلام هو التسامح والعدل وليس السيف كما قال في كتابي صفحة 88 وبالرغم من هذا الموقف المنصف من مستشرق مسيحي إلا أن بعض المسلمين من أنصار الاتجاه السلفي انزعجوا من هذه الفكرة التي توصل إليها وردوا عليه بعنف وقالوا بأنه يحاول أن يسلب روح الجهاد من المسلمين أو من الثقافة الإسلامية وأكدوا بأن الجهاد بكلا نوعيه جهاد الدفاع وجهاد الطلب والدعوة جهاد الابتداء يعني ركن أساسي من أركان الإسلام وأنه لا يجوز للمسلمين التأثر بالدعوات الغربية والتخلي عن مبدأ الجهاد العسكري لنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم بالقوة بالسيف وإقامة الأنظمة الإسلامية بالقوة والسيف حتى بداخل المسلمين أن نعمل منظمات إرهابية ونستولى على السلطة بالقوة والسيف ونفرض الإسلام فما في مجال الدموقراطية والاختيار الناس وصنادق اقتراع وما شابه كما يقول الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي يقول الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام ولا أزة للإسلام والمسلمين إلا به أسمعت هذا الحويني اللي في مصر هام الشيخ السلفي يقول إحنا اقتصاد لمصر ضعيف فيجب أن نقوم بفتحات ونأخذ سبايا ونأخذ أموال وغنائهم حتى أن قولوا اقتصادنا هذا العقل السلفي هكذا يفكر ولا قيامة للأمة إلا بإقامته الجهاد الاتدائي يعني وما ذل المسلمون إلا يوم أن تركوه وركنوا إلى أعدائهم لا صلحة مع الكافرين ولا إصلاح بل لابد أن تكون حرب شعواء بين المسلمين وبين عدوهم لا تهدأ أبدا حتى يكون الدين كله لله واستشهد الجلالي بقول الشيخ عبد الحليم ابن تيمية في مجموعة الفتاوى يقول كان قوام الدين بالمصحف والسيف وقد روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نضرب بهذا يعني بالسيف من عدل عن هذا يعني المصحف هذا جزء 28 صفحة 283 والجلالي درس رقم 61 دروس صوتية موقع الشبكة الإسلامية تجدون هذا الناس مالته وإذا كانت الفتوحات الإسلامية التي قامت في صدر الإسلام قد أسقطت دولة كسراء وأزاحت دولة قيصر من الشام ومصر فإنها لم تفرض الإسلام على الناس كما شفنا توماس أرنولد يؤكد ذلك وإنما فرضت عليهم الجزية كحل بديل عن الدخول في الإسلام وفي مقابل الزكاعة التي يدفعها المسلمون ولم تسمح الدول الإسلامية بقتل أي كافر بصورة فردية أي واحد يشوف له كافر بالشارع أو بالقرية أو بالجبل أو بالصحراء تعال لو تسلم له أقتلك وأخذ أموالك ما فيه هكذا يعني فتوى إذا رفض الاستجابة للدعوة الإسلامية ومن هنا تبدو فتوى السيد السستاني الأخيرة بجواز قتل الكافر إذا لم يستجب للدعوة الإسلامية وسلب أمواله وأتباره محاربا هذه الفتوى فعلا غريبة ومنافية لآيات القرآن الكريمة التي تأمر بالدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم إجبار الناس على الدخول في الإسلام بالقوة والإكراه ما نستفيد؟ يصبحون منافقين إذا أسلموا ودحت السيف يظهرون الإسلام ويبتلون الكفر بالإضافة إلى أن الفتوى توكل الأمر إلى الناس بصورة عامة ولا تشترط أدنى الدولة مثلا وهو ما يؤدي إلى الفوضى وإراقة الدماء علما بأن المعروف من فقهاء المذهب الجعفري عدم القول بالجهاد الابتدائي فيما يسمى بعصر الغيبة إلا بحضور الإمام المعصوم وهذا ما موجود فلاغين أكثر الفقهاء لاغين كتاب الجهاد من رسائلهم العملية لأنه هذا ما في مجال التطبيق فكيف يصدر السستاني فتوى خطيرة بهذا الشكل وهل يريد فتح الباب أمام أحد جديد من الفتوحات والغزوات أو الفوضى مثلا الحرب الأهلية مع غير المسلمين مثلا في هذا العصر الذي لا يأمن المسلمون على أنفسهم في ديارهم نحن الآن في ديارنا نشوف الغزوات تجينا من كل صوب وحد ونطلق هكذا فتاوى تكون مادة بيد المستعمرين لتبرير الهجوم علينا وقتلنا أو مادة بيد الإرهابيين مثل الدواعش لكي يروحوا يهجموا على الأيزادين مثلا تعال صير مسلم كل الشهادتين ما تعلن الشهادتين فأنت حلال الدم ويسبون نساء وأطفاله وبناته وأمواله وينهبوها ولو أصدر السستاني فتوى بمحاربة المحتل كالمحتل الأمريكي مثلا للعراق أي واحد يحتل بلاد المسلمين هذا يجب مقاومته ومحاربته لكان أقرب إلى الصواب هذا شيء طبيعي حسب القانون الدولي أيضا يعترف به هذا وأوفق مع القوانين الدولية التي تجيز لأي شعب الدفاع عن نفسه في مواجهة المحتلين وأما أن يمتنع عن إصدار فتوى بالجهاد ضد المحتلين الأمريكان أو الصهاينة مثلا ويصدر فتوى بجواز قتل الكافر الممتنع عن الدخول في الإسلام وسلب ماله فهذا بعيد جدا عن منطق الإسلام والقانون الدولي على المعاصر ولا سيما إذا كان الكافر يبني موقفه الرافض للإسلام على شبهات بعد ما مفتيم شيء عن الإسلام وما مقتنع بمدارس ما عارف ما كده على شبهات أو قناعات معينة تحول بينه وبين القبول بالإسلام في الوقت الذي تدفع تلك الشبهات بعض أبناء المسلمين إلى الردة وترك الإسلام الآن شفتوا بعض مشايخ بعض قادة حركة إسلامية ناس يعني مثقفين يرتدون ويعلنون كفرهم بالإسلام ليس أنادا وإنما شكا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني قد شبهات تصير وارتد فهل نفهم من فتوى أسستاني ضمن بأنه يؤيد قتل المرتد أيضا ومصادرة أمواله وهل يسمح الدستور العراقي الذي وقع عليه السستاني ذلك هذا يعني يجوز ألا يعتبر ذلك مخالفة للدستور العراقي الذي صوت عليه السستاني والذي يحترم حرية العقيدة ولا يفرض على الناس دينا معينة وأنا أعود أقرأ الفتوى حتى لمن لم يستمع عليها في البداية هذا نص الفتوى سؤال ما تحديدكم للكافر الحربي الغير المحترم النفس والمال أنا أقرأ نص الأبارة وهل يعتبر حربيا وإن لم يكن في حالة إداء فعلي مع الإسلام ولم يكن قد سمع بالإسلام أصلا الجواب الكافر غير الذمي إذا منح الأمان على نفسه وماله من قبل المسلمين بعقد أمان أو صلح أو عهد أو نحو ذلك فهو محترم النفس والمال بمعنى أنه لا يجوز قتله ما أحد سائح طاب ببلاد المسلمين مثلا وأخذ أمواله ما دام الأمان باتن وأما غيره غير هذا المعاهد واحد يجب الصحراف أو في بلاد أخرى مثلا فإن كان محاربا للإسلام والمسلمين يسعى في الإضرار بهم والوقيعة فيهم فلا أشكاله في عدم احترام نفسي وماله هذا محارب ما عدنا أشكال في ذلك أيضا نعم ربما يحرم فيه استثناء أيضا نعم ربما يحرم قتله وأخذ أمواله لأنوان ثانوي طارئ ككون ذلك موجبا للإضرار بالمسلمين يصير فوضى وإما يشوفوا مسلمهم يقتلوه فإحنا نمتنع عن هذا الشيء من حيث تحريض الكفار على الاعتداء عليهم ونحو ذلك هذا أيضا كلام معقول الإشكال في هذه الفقرة من الفتوى وأما من لم يكن محاربا مو محارب يقول لك مو محارب فإن دعي إلى الإسلام ولم يستجب كان في حكم الحربي حكم الحربي يعني شو؟ يعني قتله وأخذ أمواله وأما قبل عرض الإسلام عليه فلا يجوز أخذ أمواله طيب إذا عرضت الإسلام وما قبل ما قبل يا سيد مسلم هل يجوز لك تحتقتله كنت أخذ أمواله وتسبي زوجته مثلا وبناته هذه الفتوى لذلك أنا استغربت جدا من هذه الفتوى حقيقة وأطلب منه سيسستاني إذا كان هو أصدرها فعلا مو واحد في مكتبة ما يعرف بصورة جيدة يعني يعيد النظر فيها الفتوى ويشوف أدلتها هل يقلد فيها فتاوى سابقة أم هو اجتهد في ذلك وما هي أدلة اجتهاده يعني مبنية على ماذا على القرآن الكريم على ماذا على أحادث من النبي يعتبر صحتها مثلا أو على يعني أدلة مثلا ما ملتفت إلها جيد وما ملتفت إلها آثارها الفتوى على وضع الشيعة وعلى المرجعية في النجف وعلى العراق حتى وعلى الإسلام المسلمين بصورة نعم أن يطلع مرجع يفتي بهذه الطريقة يجيز ويحل قتل أي واحد تعرض عليه الإسلام وما يقبله قتله قتله واخد أمواله واسبي بعد النساء ما قائل هو بس هذا من التبع يسير يعني كما فعل الداعش مثلا فأنا أرجو أن يلتفت أن أحد يوصل صوتي إلى سيد السستاني ويلفت نظره إلى هذه الفتوى العجيبة الغريبة المتطرفة والمثيرة وأن يحذفها أو يعدلها أو يوضحها على الأقل ويبين أدلتها والبعض يقول لا إحنا كلما يقول المجتهد هو كلاما صحيح مية بمية بعض من ناقشة وهم نفس المكتب مرة أجابوني كذلك سألتهم عن أدلة يعني عدم وجوب صلاة الجمعة عينة قال انت قلدوا معليك لا تسألوا عن أدلة هذا ما يجوز المنطق هذا يجب أن المكتب أو السستاني نفسه أن دائما يصدر الفتاوى بالأدلة والبراهين ما يطيق الفتاوى عنوين فقط بعض الأخوة ما استمعوا للفتوى وما قرأوا مقالتي ولا قرأوا التحليق رأسا أنت كذا أنت كذا أنت كذا واتهامات عشوائية لأنهم استفزوا يبدو عليهم وما صدقوا أنت تكذب طب هاي الفتوى موجودة راح أجعب بموقع السستاني وشوفوا أنا نقلت الفتوى بالنص ولا لا أنا لاعب بالفتوى مثلا وأريد أهاجم السيد السستاني ما عندي شوالوية أنا أعزة وأحترمة وأعتقد هو عند دور إيجابي كبير في العراق وحفظ السلم الأهلي ودافع عن العراق في مواجهة احتلال داعش ودائما يعني أيد النظام الديمقراطي والانتخابات هذا كل أشياء جيدة ولكن تطلع فتوى أحيانا من دون وعي ومن دون التفات للوضع العام فأرجو من بعض الأخوة اللي يستعجلون الله يسامحهم يعني ما أقول عليهم شيء لأنه يعني مثل هذا الأخ لا تدست السمة في العسل هذا ليس رأيه السستاني وحسب لهذا رأيه محمد بن عبد الله يعني قال منين جبت رأيه محمد بن عبد الله يعني فيه أحاديث هل أنت صحيح على أحاديث وهذا الموقف وتلتزم بهذا الرأي أو فيه تفاصيل فيه أشياء يعني حتى آية السيف رقم خمسة من سورة التوبة يعني تعني مجموعة معينة من اليهود والنصارى ممتعني مطلقا لذلك لم يعمل به المسلمون حتى في أوقات أخرى كثيرة يعني هنا يعني ردود فعل الأخ رعد مثلا رعد ساجد يقول أنا على يقين بأن أحمد الكاتب مخابرات دولية تريد ضرب الإسلام من الداخل مثل جلالي هذا السلفي إن كان كلامه صحيح فليأتي بنص الفتوى ما فتوى موجودة نشره عن المقالة هو ما قارن المقالة أصلا من المستحيل أن يفت السيد السستاني بهكذا فتوى يعني ما قابل عقله ولكن يذب اللوم عليها مدى ما يذب اللوم على السيد السستاني يروح يناقشه ويسأله شنو دليله يقول لا أنت قاعد تكذب على السستاني يعني بعضهم يأيدون الفتوى بعض الأخوة وبعضهم يبررون وبعضهم يهاجمون وبعضهم يعني يحاول يعني يتهرب من الكلام هي الفتوى موجودة بموقع السستاني ونشرتها موقع العتبة الحسينية المقدسة وقالت نون الأخبار أيضا نشروها والعام موجودة أنا قبل قليل راجعت الموقع وشفت هذا موجود والرابط أيضا أنا نعشرة في صفحتي فمع الأسف يعني تصدر هكذا فتوى وهذا أيضا يعود إلى أن الحوزة الكريمة يعني في قضايا خطيرة ومهمة ما توليها اهتمام كبير وبحث من كل الجوانب وإعادة اجتهاد وإعادة نظار والبعض يقلد في هذه الفتوى يقلد يأخذها من القديم يجاب الفتوى وحطها منذ ما يعرف مستنداتها أو يتأكد من يعني من فائدتها الآن لإصدارها عادة المراجع ما يفتن في كل شيء يفتن في أشياء اللي يشوفون يعني فيها فائدة مثلا لا أقول لهم فائدة لمجتمع في أسئلة مثلا بعض الناس يسألون أسئلة مريبة ما يجاوبون عليها فما أدر ليش مجاوبين على هذا على هذه الفتوى أو على هذا السؤال عفوا يعني تدفع الناس بعضهم شوفوا الأخ طلال النعيمي يقول الكافر الحربي يا فلان وليس الكافر العادي هو يقول لك وأمل هذا بحكم الحربي واحد مو حربي هو ولكن يصير بحكم الحربي لماذا لا تترك التدليس والاقتطاع وحكم السيد السستاني حافظه الله ولعنى أعداءه ومبغضيه هو حكم معظم الفقهاء فماذا ننتظر من كافر وحربي يا أخي هو يقول لك من فتوى واحد مو حربي وأما غير الحربي تعرض علي الإسلام ما قبل صار حكم حكم الحربي تقتل وتأخذ أمواله فليش أنت يعني تقلب الاتهام بصورة يعني تعسفية نعم على حال فيه نقاش كثير ويحب يراجع المناقشات التي جرت على أعضاء ذلك فأهلا وسهلا بكم ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر